اشتركوا في القناة طريقة الاشتغال على هذا الموضوع مش تأخذ ثلاث مراحل المرحلة الأولى محاولة فهم ما يمكن أن يتأسس عليه هذا المفهوم سواء من حيث بنيته المنطقية وإلا من حيث تبعاتها ضمنياتها وصوصها التي يقوم عليها أو من حيث القدرة على تنظيم المرحلة الثانية ستتم من خلال الكشف عن تخطيط لعناصرها التحليلية التي سنستخرجها بعد التفكير المرحلة الثالثة كيفية إنجاز ما وقعت تخطيطه له كأن الأمر مش يتم بهذه الطريقة أولا الفهم مرحلة الفهم إذا كان نحب نفهمه مش نتعداه بثلاث مرحل مرحلته التفكير والفهم أو إذا كانت تحب اندققه شوية تولي مرحلته التفكير التفكيك التفكير التفكيك ألف الفهم التخطيط ثم في مرحلة آخيرة يتوج الأمر بالإنجاز أول ما يجينا موضوع أنت مطالب بشيء ما هو هذا إشنية المراحل التي تتقدم على الإنجاز أولها فهم المطلوب كنقول فهم المطلوب معناها ماذا فهم فهم المطلوب المقصود به إشنوه تفكيك المعطيات ربط أو رصد العلاقات بين مفهيم والأفكار بعدها البحث في صيغة القول والبنية والبنية الأسلوبية لها بعدها رصد المطلوب البحث في التعليم المرافقة لنص الموضوع لو نبحث في هذا الأمر نص الموضوع بنية المنطقية للموضوع ماذا نجد نجد حشي أولها أنها قائمة على نفي بعدها قائمة بعد النفي هناك هذا الإثبات الإثبات ما لا نص الموضوع قائمة بنية المنطقية النفي والإثبات كيف يتم الاشتغال على صيغة النفي والإثبات هذا ما سنراه لاحقا في المعطى أيضا لدينا إشكال آخر اللي هو قال لي حلل هذا القول نهاي ونقش أما زادني تعليم مبينا شروط تحقق الكون الحقيقي ملأ الأمر سيتعلق البحث في التعليم المصاحبة للموضوع وضرورة الاشتغال عليه شو معناها معناها التعليم اللي حط هاليا مبينا شروط تحقق الكون الحقيقي ما حط هاش لمجرد أنه حبي حط وإنما حط هاش يذكرني هني مش نعاونك على حاجة أما تخدم لي عليه مبينا شروط تحقق الكون الحقيقي في معنا أنه ذكرني بمحاول الاشتغال ولكنه وفي الآن ذاته عمل على أن يؤسس لهذا التصور ماذا نقصد بذلك يعني هالتعليم هذه من الضروري الاشتغال عليها وتحديد طريقة الاشتغال عليها ضمن ما صار منهجي معناها أنا مش نحاول نجاوب على التعليم أثناء اشتغالية على الموضوع في إحدى عناصره الممكنة في إحدى عناصره التحليلية الممكنة يجب الاشتغال عليه لو كان نعاود نلقى نلقى عندي معطيات مهمين المعطال أو نصح تعبير ثلاثة معطيات مهمين الموضوع جاء في صغيرة قولة وكل قولة القولة تتطلب التحليل والنقاش وفي النقاش عندي زوزح ويش عندي المكاسب وعندي الحدود ما لاش ولا وعندي ولا وعندي ثلاثة معطيات مهمين الأول نبحث فالموضوع نكتشف أنه قولة الثاني نبحث في البنية المنطقية للقولة نوجد هنا في وثبيت وهني راجع لكي تجيني هنا في وثبيت وهي صيغة متداولة في البكالوريا والثالثة عندي التعليم كيف نخدم عليه نعود الموضوع جاء في صيغة قولة القولة يتم الاشتغال عليها من خلال تحليل القولة ومناقشتها في مناقشة القولة عندي المكاسب الحدود هذا الثانية القولة هذه جاء في صيغة خاصة صيغة أسلوبية دقيقة خاصة اسمها النفية والإثبيت الثالثة المعطى الثالث هو القولة سعاد تتوج مجدي ما يعملوها مجيني رالمو ينجم يحط لي قولة ومعا يعتيني مع القولة إما صيغة فضفاضة في معنى حلل هذا القول ونقش وإلا سعاد يساعدني تعليم التعليم هذه فيها معطى بقدر ما ساعدني بشيحلي مشكل في الأثناء يطالبني بالاشتغال على المساعدة هذيك دونكن ودفع ضريبة هون يا ولد كأن هدفع ضريبة أنا عاونتك فولا مالا مدام عاونتك يخدمني على حكاية هذيك مش نبين ومالا بعدين كيف يلزمني نخدم على شروط تحقق الكون الحقيقي ضمن ما صار من الاشتغال المنهج نقطة أخيرة هون برانسي بنشدها في ذهني وما ننساهاش بالكل اللي هي كي جيني صيغة النفي والإثبات كيف نخدم صيغة النفي والإثبات تقوم على مرحلتي المرحلة الأولى عندي استبعاد لأنه ليس تفيد الاستبعاد استبعاد الموقف القائل بأن الكون هو ما يتحق وبعد عندي الإثبات إثبات الموقف الموقف القائل بأن الكون هو ما لم يتحق بعد كيف نخدم هذا كيف نخدم هذا كيف نخدم نجي للعنصر الأولاني هو ما قسمها هكا هكا قسم هذا وهذا جرون جرون دو خرجنا شي ليس وحد ها احنا ليس يفيد ليس تفيد الاستبعاد وهذا يفيد الموقف شو ولا عندي ولا عندي هكا ما لا مش يكون عندي على أقل زوز عناصر إذا استثنينا كيف تعرف لي ما فو زوز عناصر شنو لا مش يكون عندي على أقل زوز عناصر خلينا من غير من رقموهم انحددو العنصر الأولاني شنو تحليل الموقف القائل بأن الكون هو ما يتحق العنصر الثاني مش نخدم عليه شنو دواعي استبعاد هذا الموقف دواعي استبعاد هذا الموقف كل كل موضوع فيه نفي وثبت أنا مطالب باش نقص مديمة لزوز عناصر تحليلية كبرى العنصر التحليلي الأولاني هذا الكبير والعنصر التحليلي الكبير الثاني هذا أشوال لا عندي العنصر الكبير ليس الكون ما يتحقق نحينا ليس قلنا راوي ليست في الاستبعاد بدنا الاستبعاد الكون استبعاد الموقف القائل بأن الكون ما يتحقق والثاني اثبت الموقف القائل بأن الكون هو ما لم يتحقق بعد واضح المشكل وين مش في العنصر الثاني المثبتة ذاك خطر واضح بطبيعته المشكل كي جيني نفي كيفاش نخدم عليه كي جيني نفي نعمل حاش جين لولا نشتغل على الموقف هذا ها هو اللي مش نحللوه الكوني ما يتحق نحللوه بعد نعاود نرجع لك ليس هذيك ليس تفيد الاستبعاد ما لمش نبحث على دواع الاستبعاد ثم بعد ذلك نمشي للعنصر الثاني العنصر التحليلي الكبير الثاني اللي هو الكوني باعتباره يحكي الكوني واللي هو ما لم يتحقق بعد هذا في محاولة اولى لفهم المطلوب فككنا معطياته ونبدأ وناخد معليه اللحظة حاجة اخر ثم ملاحظة اخر ملاحظة فكرية يمكن اللي هي الاتية الكوني تعاود مرتي ليس الكوني ما يتحقق من بعد بل هو هو تعود على الكون ملا الكوني هو ما لم يتحقق بعد هاي قرب الله سيدية انا هو عاد الكوني واللي هذه مشكلة صغير ان برانسيب تكون تحلت في الكون خاطر في الدرس امتاعنا الفلسفي في القاسم يقول لنا الاستاذ راني ما عنديش كوني في الحقيقة عندي زوزة عندي كوني حقيقي اللي هو الكوني الانساني الاتيخي الاخلاقي وعندي كوني اخر هو الكوني المعولم اللي هي العولمة فالاثناء يجبني نخضع المعاني والافكار اللي موجودة في الموضوع هذا لهذا النوع من التفكير انا هو الكوني الذي يتحقق وانا هو الكوني الذي لم يتحقق بعد لو كنا نرجع للتصور الذي يقدمه بودريار ماذا يقول بودريار بودريار يخبرنا ان العولمة تسير في طريقها الملك الذي لا يمكن رده وان العولمة هي ضرورة تاريخية الجميع ينخرط فيه مقابل هذا يقول لي رو حتى الكوني ويقصد هنا هي الكوني الانساني قد تعول هذا يعني ماذا ان هو الكوني ما لا لقاعد يتحقق ما هوش الكوني الانساني اللي قاعد يتحقق اللي قاعد ينتشر ويتوسع هو الكوني المعولم هي العولمة ما للقسم الاول كأنه مش نخدم على العولمة والقسم الثاني كأنه هو الكوني الذي لم يتحق وثمه موسى المضمني واختي نقول الكون لم يتحقق بعد النجم نبحث على التصور هذا ما الذي جعل الكون لم يتحقق بعد ما هي الدواعي ما هي المبررات التي تمنع الكون من التحقق ما يمنع الكون من التحقق هو هناك مبررات حقيقية بطريقة هذه تقريبا ولينا فهمين الأمر على حقيقته لو كانت ونحول هذا الفهم إلى طريقة من الترتيب نمشي للمرحلة الثانية ونخطط لهذه المسألة لو نخطط لهذه المسألة لو نخطط لهذه المسألة دم كحنا مش نمشي للمرحلة الثانية بعد ما فهمنا الموضوع فكنا فكرنا فيه براء نمشي ونخطط للموضوع ماذا سنجده؟ مش نوجد أن التخطيط سيتناول هذا التمشي أولهما أول حاجة مش نعملوها نبحث عن الموقف اللي أعلننا عليه استبعاد الموقف القائل بأن الكون هو ما يتحق ثم ملاحظة منهجية من شأنها ترفع لعدد نجم تنسى كل شيء ثم حاجة الأفضل أنه ما ننسى وهيش اللي هي نلتزم بالموضوع ونعمل على الاشتغال عليه تقول لي بالله الجملة هذه قتلتونا به اخدم على الموضوع كيفاش نخدم على الموضوع؟ سهل كيفاش تخدم على الموضوع كان عندك مفهوم موجود داخل الموضوع؟ عرف المفهوم الموجود في الموضوع مش المفهوم الموجود في الدرس هذا أولا معنى أنا عندي الكون هنا ما تبدأش تجيب من الدرس وتكدس وتركبني في المعلومات على الكون هو قل لي أنا هو الكون اللي حاشت به هو الكون الذي يتحقق ما تجيب ليش كوني قلته أنت في الدرس وإذا كان جبت الكون اللي قلته في الدرس على الأقل تحاول في كل مرة تربط بين الكون اللي في الدرس والكون اللي موجود في الموضوع هذه الأولى الحاجة الثانية نحاول في كل مرة نوظف الأفكار بما يخدم نص الموضوع معناها أي فكرة موجودة في الموضوع إذا كان ما عندهاش بقعتها داخل الموضوع ما نحطهاش يجب أن يكون ثم رابط حقيقي بين الفكرة وتوظيفها داخل نص الموضوع هذا الثاني الثالثة الثالثة نحاول نرتب الأفكار اللي عندي بشكل تخدم البناء والمعصار المنهجية اللي نص الموضوع معناه كان عندي فكرة الأولى وعندي فكرة ثانية وعندي فكرة ثالثة نحاول نرتبهم باش نعرف أنه عليش لول خليتوا لول وعندي فكرة ثانية غليتها ثانية وعندي فكرة ثانية غليتها ثانية يعني بعد ما تكون لميت أنت الأفكار اللي موجودة في الموضوع حاول ترتبهم وكي ترتبهم حاول ترتبهم بما يخدم نص الموضوع وبشكل يفيد الاشتغال على الموضوع الحاجة الرابعة هي هذه الحاجة الرابعة هي هذه القدرة على التذكير في كل فكرة من أفكار الموضوع خاصة الأفكار الكبيرة بأنك قاعد نخدم على الموضوع وهذا يتم من خلال استعادة الموضوع ولا استعادة أفكاره لمفاهيمه أو ذمنياته أو تبعاته أو حجة من حجج الدفع لي واضح ولا نعاود أربع حويجات نعاودهم الأولى تحاول تشتغل على المفهوم ضمن دلالته السياقية الموجودة في الموضوع مش الموجودة في الدرس الثاني تحاول ترتب الأفكار اللي عندك الثالثة تستعيد أفكار الدرس وتخرجها من السياق انتع الدرس وتحطها في سياق الاشتغال على الموضوع الرابعة نحاول في كل مرة نذكر بالموضوع مع كل فكرة من الأفكار نذكر أن يراني قاعد نخدم على الموضوع هذا في إحدى مراحله المنهجي لو كان نبدأ نشتغل على الموضوع عشنا نلقاه قلنا روى الموضوع ينقسم الحاجتي لولا الموضوع يشتغل على حاجتي قلنا روى هذا لولاني هذا العنصر الأول وقلنا روى هذا الثاني العنصر الأولاني ليس الكوني ما يتحقق والعنصر الثاني بل هو ما لم يتحقق بعد وسمينا هذا الاستبعاد لحظة معي بالبيهي كلمة استبعاد مش نلقاوها أيضا في الموضوع ما لانا شا عملت جبت ليسا ها هو ليسا حطيناه ورجعنا ليسا ها هي وليت اسمها استبعاد بعد ما يجي من ليسا هو شو ليهو هذا ها هو الموقف لاش يقول الموقف الكوني هو ما يتحقق بأن الكوني هو ما يتحقق ها هو كاستعطنا صلى الموضوع بعدها قلنا نحاول نذكره بالاشتغال على الدلالة السياقية للمفهوم شو المفهوم اللي عندي الكوني اي اي انا هو الكوني ما نقولنا الدلالة السياقية للكوني قال لي غادي الكوني هو ما يتحق دوك اش نعملان نحاول نربط بين مفهوم الكوني وبين مفهوم يتحقق كنجي نربط بينياته ماش نلقى نلقى من الضروري التمييز بيننا وعيني من الكوني الكوني المعاولم والكوني الانساني لو كان نربط طوى انا هو الكوني المتحق الكوني المتحقق اذا هو الكوني المعولم ما معناه الكوني المعولم؟ الكوني المعولم هو الذي يتحدد باعتباره عول مال السوق والاقتصاد والسياحة والتقنيات والإعلام ويتم فيه إلغاء الحدود الجغرى فيه ليتحول هذا العالم إلى قرية كوني وهذا المشروع الذي دافعت عنه الحول عالم بلا حدود مفهوم المتحقق هونية يحيل على ماذا؟ إحالة على العولمة التي هي أكثر انتشارا إذا ما كان هذا الكوني يتحقق فلأن العولمة اليوم تنتشر مقابل هذا حتى في الدرس شفنا هذا أن الكوني ينسح بيتلاشا يضمحل أو يتم تركه وهجرانا هذا في مستوى اللحظة التحليلية الجزئية الصغر ثم عنصر تحليلي صغير خدمنا عليه اللي هو خدمنا على مفهوم خدمنا على مفهوم الكون خدمنا على مفهوم الكون هذا الكوني اللي خدمنا عليه ما يتحقق ربطناه بفعل الانتشار ما ينجمش وعدين تنتشر الذي كان ما تحققش ما لا المقصود به هو العولمة التي تنتشر مقابل هذا ماذا نجد نجد أن العولمة هي التي تتحقق هي التي تتوسع هي التي تنتشر أما الكوني فهو الذي ينسح بدأت الصورة تتوضحنا ولنا نعرف أن الكوني كوني يتحقق هو عولمة وكوني ينسحب وما يتحققش هو الكوني الإنسان في عنصر جزء اثنين عندي في عنصر جزء اثنين تحليل الموقف القائل بأن الكوني هو ما يتحقق نحن ما بحثنا قبلنا قلنا رأوا عننا دلالة سياقية المفهوم الكوني ايه انبعد نجيوا انحللوا العنصر التحليلي هذي ونبحث في دواعي استبعاد ما لا مش انحلل الموقف القائل بأن الكوني هو ما يتحقق هالكوني الذي يتحققش به ألغى الحدود الجغرافية عمل على إنشاء نصق شمولي تنخلط في كل الدول وعمل بعد ذلك على أن يحول العولمة ذاتها إلى واقعة تاريخية وواقعية لا مناصة منها في عنصر ثالثة إذن نبحث في دواعي الاستبعاد هو ما قال لي ليس ايه علاش قال لي ليس كيجيني واحد يقول لي ما يلزمكش تخرج مش نقول له أنا علاش ما يلزمنيش نخرج ما يلزمنيش نخرج أه علاش هكا ما يلزمنيش ريتكا يلزمنيش دونك هو ينفي باي مش نحدد هو علاش استبعد التصور هات وضمن دواعي الاستبعاد معناها توجد أكثر من مبر نبحث في دواعي الاستبعاد ماذا نجده نجد دواعي الاستبعاد يمكن تبرينها اقتصاديا نجد دواعي الاستبعاد يمكن تبرينها سياسيا ونجد دواعي الاستبعاد يمكن تبرينها ثقافيا اقتصاديا اش عملت العولمة كأني هونية مش نتحدث على المخاطر العولمة تهديدات العولمة التي تدفع الى استبعادة اولها اقتصاديا اكراه المؤسسات الاقتصادية اكراه المؤسسات الاقتصادية المحلية على الانخراط في التبادل العالمي تقول لي ما حاجة بيه هي الانخراط في التبادل العالمي اي هي حاجة بيه هي اما كيولي اكراه ما عاشت ولي حاجة به شو معناها إكراه معناها أصبحت العولة ما تطالب كل المؤسسات أن تنخرط فيها تنخرط فيها أما هم الكل عندهم نفس القوة الرأسمالية لا إذا كان ما عندهم جل نفس القوة الرأسمالية هذا يعني ماذا أن هذه الدولة أن هذه المؤسسات العالمية للدول لا تكادوا تجدوا توازنها تنافسي ثم دولة تنجم اقتصادها قوي عندها قوة اقتصادية بإمكانها أن تنافس المؤسسات الأخرى ولكن ثم قوة اقتصادية أخرى لا نجموش نفسها المؤسسات الصغيرة ستهلك حاجة أخرى انتشار النزع النفعية وما فيهم السوق الاحتكارية اليوم بعض المنتوجات تتوقف على بعض المؤسسات الاقتصادية دون سواها في إطار نوع من النزع النفعية أشي يولي تولي عندي أخوذ أي حاش أي منتوج سيدي ناخذ الشوكولات أخو الشوكولاتة جاية من برا بأسمائها المعلنة أي نوع فريرو الشوكولاتة اللذيذة أخوذ ما من سويسرا حط الشوكولاتة اللذيذة السويسرية وحط أي شوكولاتة متاعنا هنا بذروح واحدة الشوكولاتة المحجرة السويسرا بتاع فريرو تحط كعيبة في الفم و تقول يستحيل بعد هنجب ناكل حاجة أصلاً ما عاش تاكل حتى شي حطك الشوكولاتة متاعنا من غير ما نقعد نسمي فيها باش ما نضيقوش على الجماعة باي شوف بتلقالك تاكل الكعيبة وتمشي تمض من فمك بسرعة باش تنحي هذه الرائحة الكريهة مني لا نتضوقها ولا نشبع منها ولا أصلاً بالعكس هي تحلفني أني ما عاش ناكل باي هذا يعني ماذا ما لأسوق والتموجها الحاجة واحدة النوع واحد من المنتوج أنا هو المنتوج المنتوج اللي الناس ينجموا ويصرفوا عليه أكثر والمنتوج اللي تصرف عليه أكثر يكون عنده مذاق أفضل وقادر على التوزيع التوزيع أو للتوزيع أكثر هنا يا أش بيش ثم نوع من المنافسة نمشي لها للعنصر الثاني هناك نوع من المنافسة أما المنافسة هذه تتعمم وثم قوة اقتصادية متفاوضة فكيفاش نجموا نعموا المنافسة في إطار قوة هي نفسها لا تقوى على المنافسة في إطار قوة متفاوتة فيما بينها واحد الرأس ميل متاعه عشرة مليارات جدينا مبورتكوا والآخر سيحدث ومليار وزوز يصنعوا في نفس المنتوج زعمه انا هو المنتوج المتاعه ليس يكون افضل ليس يكون افضل ليس يكون افضل في الطبيعة الحال ليس يكون عنده ليس ي �حسل منتوج المتاعه افضل يبيع اكثر ويتوسع اكثر والمنتوج المتاع مليار ليس يصرف اقل معناها منتوجه ليس نفس الجودة السياسيا ديما نزلنا لحد مش نستبعدوا في الموقف القائل بأن الكون هو ما يتحق ما فيها بس على ساعة وانت تربط بين فكرة وفكرة تعاود تذكر بأن الكون هو ما يتحق بش تبينه لانت قاعد تقدم على الموضوع حاجة أخرى شوف الترتيب اقتصاديا شو ما نعمل با سياسيا شو ما نعمل جيم ثقافيا شو ما نعمل هذه قدرة على التنظيم المنهجي هكا الكلمة اللي في نقلالكم روسكم بها نظم رتب منهج هذا هو شو معناه معناها تحاول تلم الأفكار اللي عندك الكل وتحاول ترتبها من خلال طبيعته اقتصاديا كل ما يتعلق بما هو اقتصادي تحطه سياسين كل ما يتعلق بالسياسي تحطه ملا سياسين شو اللي عنا هونية بسط النفوذ السياسي العالمي شو معناها بسط النفوذ السياسي العالمي معناها ممارسة الهيمنة العالمية على كل الدول في العالم حاجة أخرى سياغة نظام سياسي عالمي جديد الثالثة بعض المنظمات السياسية والاقتصادية والتعليمية هي ليست منظمات عالمية بقدرية ما هي مؤسسات تأتمر بأوامر هذه القوى السياسية الكبرى في العالم ثقافيا شوني ثم نمذجة الثقافات وإلغاء الخصوصية الثقافية تنمية الأضواق والحاجيات الاستهلاكية الموت العنيف الذي أصبح الذي أصبحت تمارسه العالمة إزاء الخصوصيات الثقافية كل ذلك يكشف عن ماذا؟ عن إحدى التابعات ما هي التابعات هذه؟ التناقض الذي يكون عليه الكون المعولم بين قدرته على التحقق والانتشار وبين مخاطره وهو ما يبرر استبعاده هنا مهارة منهجية كان لحظنا أعلننا عليه أنت تنجم في الأثناء تشتغل على أكثر من مهارة أنت اقتصاديا هذا كنوع من الحجاج سياسيا هذا كنوع من الحجاج وثقافيا هذا كحجج تدفع بها على أفكار إذا كان عندك مسلمة ضمنية تنجم أيضا تشتغل عليه سنعود لاحقا في حيث الصخرة للاشتغال على هذه التابعات بشكل جزئي انتهينا من العنصر التحليلي لولين اللي هو استبعاد الموقف القائل بأن الكون هو ما يتحقق ماذا عن العنصر الثاني؟ العنصر الثاني هو الكون هو ما لم يتحقق بعد الكون هو ما لم يتحقق بعد كانت تذكر قبل أشواء أش قلنا؟ قلنا راه الكون كونيين كوني إنساني وكوني معاول واخدمنا على الكون المعاولة وقلنا أن الذي يتحقق هو الكون المعاولة من خطره ينتشر طبعا مش نشوف أن الكون الذي لم يتحقق ونبحث في الدلالة السياقية لنكتشفه أن الكون الذي لم يتحقق هو شكونه؟ هو الكون المعاولة المقصود هنا بالكوني هو الكوني الإنساني الذي لم يتحققه الذي اكتفى بإنشاء نصق فكري تلاحظ حاجة أيضا شوفني كيف شربط بين الكوني الإنساني مفهوم الكوني الإنسان هذا وبين مفهوم لم يتحقق نحاول في كل مرة نربط بين الفكرة اللي مش نجيبها وبين الموضوع حتى يكون الموضوع متاعنا موضوع منظم ومنسجم وملتزم بعناصر التحليلية في مقابل هذا أيضا ونحن نشتغل على دلالة سياقية للكوني نكتشف أن الكوني يتقلص حضورها واضمحلاله مقارنة بالكوني المعولم المتحقق السؤال هو هذا الكوني لم يتحقق بعد ما نتصوره هو محبش يتحقق ما لهناك ما يبرر مبررات عدم تحقق الكوني وشروط تحقق الكوني الحقيقي في مبررات عدم تحقق الكوني ماذا نجده؟ الإفراط في إنسانيتي يظهر اليوم الكوني الإنساني كوني على درجة من السذاجة الإتقية والأخلاقية التي منعته من أن يتحقق حسبه أنه ينظر لمواقفه دون أن يتحقق النجم نقول عليه أيضاً أنه هو مشروع مثالي وطوباوي شو معناها طوباوي؟ طوباوي جاية من كلمة من كلمة أوتوبيك أوتوبيك وشو معناها أوتوبي؟ معناها معناها ما يستحيل تحقيق ما يستحيل تحقيق الكوني إذن الكوني هذا ينهزم وينسحب الكوني ينهزم وينسحب الكوني الإنساني إذن يظهر أنه كوني ضعيف يكتفي بالإذعان إذعان لمشيئة القوى العالمية هذه هو نفسه إلى حد أنه تعاول ما للكوني هذا يصبح يصبح مشروع منشود يفتقد يفتقد إلى الفعلي يفتقد إلى يفتقد إلى الفعلي يفتقد إلى الفعلي با مش في الموضوع لو كان نعاود ونذكر بسرعة أش نلقاه في الموضوع نلقى ليس الكوني ما يتحقق بل هو ما لم يتحقق بعد ومعا تقال لي شنون مبينا شروط تحقق الكوني الحقيقي أكا مبينا شروط تحقق الحقيقي مش كنا عليه قبيلة راه هذاك تعليم أمش نكتبوها هوني هذا هذا الإجابة عن التعليم والاشتغال عليه مش نحاولو نجاوب عليها نجاوب عليها بشكل بسيط جدا اللي هو في شروط تحق الكوني إذا كان الكوني هذا يحب يتحقها شيلزمو هو ما نجمش يتحق بال التصورات التي هو علي دونك شيلزمو يعمل ضرورة استكمال ضرورة استكمال الكوني لتفعيله وإخراجه من استسلامه وتراجعه هذه الفكرة نجم نخدم عليها ونتوسع فيها وإلا تدريب البشرية على نوع من الطربية الإنسانية للعيش القيامي المشترك تدريب البشرية على نوع على نوع من الطربية الإنسانية للعيش القيامي المشترك يجبنا نتعلم كيفاش نعيش مع بعضنا والكوني إذا كانت تحب تتحقق بالفعل يجبها تستكمل المشروع متاحها لكن من غير ما تتراجع ومن غير ما تستسلم يجبنا نفاعل القيم متاحها تفعيل القيم هو ما ينقص الكوني الحقيقي ولا يتحقق ذلك إلا عبر تربية وتنشئة إنسانية ينشأ عليها الأفراد ويتدربون عليها في المستوى التحليلي نكونوا كم منا الموضوع ثم حاجة اسمها عناصر تجريعية وتلا ذا أكثر من مرة تسعيني سؤالة ذا مسيو الريهانات يا جماعة الريهانات من العناصر التجيعي الريهانات من العناصر التجيعي اشنو ما الريهانات اللي من العناصر التجيعي شو معناها ريهان سعى الريهان هو الهدف البعيد اللي يحب يوصله الموضوع اشنو الهدف البعيد اللي يحب يوصله الموضوع باي والريهانات عنا زوج ينجم يكون ريهان نظري ولا ريهان عملي الريهان كانت حابة زيد مبسطها هي نتيج تنتيج شو معناها معناها الريهان ما ينجمش يكون نتيجة قريبة هو نتيجة بعيدة وعندي نوعين من الريهان ريهان نظري وريهان عملي شنو الريهان النظري بتاع الموضوع هذا الريهان النظري اللي حاول على اقل فاد نبي واسس عليه اللي هو رد بالك رو عنه زوزان واعة متاع كوني رو عندي كوني معولة وعندي كوني إنسان ومن الضرورية التنبه الى التمييز بينهما هذا الول الثاني عنا رهان عملي الرهان العملي هو شنون كأن الموضوع يحث على يدعو على استنهاض الكون الإنساني ليكون أكثر صلابة وفعلي الكون الإنساني هذا استسلم وأذعن وتلاشى أو في طريقه إلى التلاشي والهزيم كأن الموضوع يحثنا على أنه لا خلاص البشرية إلا من خلال هذا الكون الإنساني أو من خلال إعادة واستعادة الكون الإنساني في لحظة أخرى كنا رهي الموضوع جاء في قولة القولة هذه تطلب تحليل حللنا القولة بعد خدمنا على الرهانات الرهانات نخدم عليها بعد التحليل وقبل النقاش الآن ننتهي إلى النقاش في النقاش عنا مكاسب وعنا حدود ويتم الربط ديما بين المكاسب والحودود في المكاسب نجم نقول زوزافكارا هما زوزافكارا ما نجم نقول أكثر من زوزافكار نحن نكتب فيه بزوزافكار وأنت تنجم الطور العمالة بتاعك فضح الكون المعولم والدعوة للحذري منه وكشف مغالطاته العولمة تمثل خطرا وتهديدا على الإنسانية ولا سبيل إلى التحصن من العولمة إلا من خلالي كشف مغالطاته الفكرة الثانية في المكاسب نجم نقول التأكيد على استعادة الكون الإتيقي لأنه الأمن المتبقي للبشرية لا منفذة لا أمل للبشرية إلا باستعادة هذا الاتفاق القيمي والإتيقي بين البشر وهو ما يؤسس له الكون في مستوى الربط المنطقي نجد نوع من السؤال النقدي السؤال النقدي تم بهذا شكل ألا يحق للبشر إيجاد معالجة تجعل الكون الإنساني أكثر صليب ألا يحق للبشر إيجاد معالجة تجعل الكون الإنساني أكثر صليب في مستوى الحدود إذن يتم الاشتغال على هذا التصور الانتقال من عولمة الإنسان إلى أنسنة العولمة وذلك باستبدال العولمة السائدة بعولمة بديلة العولمة لا تفعل في الحقيقة إلا أنها تعولم الإنسان ذلك إحنا مش ننتقل الانتقال منين من عولمة الإنسان إلى ألسنة العولمة يعني في عوض العولمة هي المش تتحكم في الإنسان علشان الإنسان هو المش يتحكم مش في العولمة ويوجهه توجيه الإنسان كيفاش نعمل انبدلوا العولمة السائدة هذه القائمة على ما هو نفعي نبدلها بعولمة جديدة والعولمة بديلة هالعولمة البديلة هذه تطلب ما هو إنسان وإلا في مستوى الحدود مقاومة العولة ما وإكراهها على الاعتراف بالندية الثقافية والتنوع الثقافي وإلا استكمال المشروع الكوني الإنساني لتحقيق أهدافه كحل للبشرية هكذا نكون أسسنا تصور منهجي من خلال نظام منهجي وقع الاشتغال عليه أشقعد قعدة المرحلة الأخيرة هي مرحلة الإنجاز في مرحلة الإنجاز العمل مطور وتم فيه التأسيس لهذا التصور أنا في تقدير الخاص تقريبا هي نفس الأفكار لأسسنا لها منهجيا يمكن قراءة هذا العمل والاستفادة منه لأن ذلك سيساعدنا على تجويد الكتابة الفلسفية وإنشاء خطاب فلسفي أكثر صرم هذا ما كان مني وخبر الآخرين عنه نلتقي دائما في محاولة أخرى وفي عمل آخر ونحن لا نلتقي إلا متفوقين مرحبا بك جميعا